اشتركوا في القناة 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 معرفش هو بيروح لعليه؟ في الحقيقة لسه معروفش يبقى هو اللي بينقل اخبارنا عندها اخبارنا ايه بس اللي حينيلها الوقت مرسي ده من رجالاتنا وبعدين انا اللي مربيه ده لا يمكن يكون معلمه بدام كده يا حاج يعني اين اللي بيوديه عندها عدقنا؟ احتمال احتمال يكون برعي مشغله من سهله بينه وبنلبت وقتها برده برده خلاص جوزت وافرض انها اتجوزت اكيد ده المصلحة لغير دورة هم يخرج من السجن كلامك مظبوطة سيد المعلمين احنا متشكرين لو علمته قولته تقول له معلمة ربنا ما احرمنا من افضلك تقولش كده يا حاج ده انت جمالك مجرئانة ده انا نفسه سدي منها ولو شوية صغيرين يا رجل ربنا اكرمك قول لي ايه انت محتاج وضعف احنا بس ده تمد اللي عندي الاول حاجة يا اعوذوا بالله ميت مرة اقولك ما تتكلمش في الفلوس بعد هالك بقى واللي بنا اولاي اللي معلمك ان احنا بنا عشرة سنين دخل الخشب هنا وهنا كبان يلا بسرعة يلا يلا هنا الناحية ده ده حيلك يا مرسي سلام سلام ابعلم انا مش مصدق حكاية ان مرسي مرسى البراي طب والله الحمد لله ده انت بدأت تفهمه قصدك ايه قصد انه واضح ان الشغل من ورانا بقى كبير قوي طب ما قلتش الكلام تليل ابو نواس ما تبقى شعبيت ما تبقى الزجاردل كده والطب قدام اي حد غريب يعني مرسى هو اللي كان بين التحرقاتنا الوردة مش بس كده اللي هما كمان اللي سرقوا البضاع استخفلنا وضحك علينا انا كل حال انا مش عايز احس بحاجة عاملوا عادي خالص زي الاول وكلفوا باي شغل اي كلام وبعدين؟ وبعدين سبولي سبولي الخاد ما نخلص منه ونخلي مرسى ده عبره لخيره باس فتحي امور في البضاع لانت فينا اه موجودة موجودة امور انا جايبك ليه ما توريله البضاع يا رجالة يا سبتح ده يا سبتحي يا سبتحي اوفرتي يلا معمولة للخانين وبس اه رجلك يا سبتحي عبوس رجلك يا سبتحي يا سبتحي يا اخرف يا اخرف اقول بقى الوردة لما تطللها عندك انا ليه عملت فيك كده حرام عليك يا سبتحي يا سبتحي انا عملت ايه يا رجالة يا سبتحي يا سبتحي حرام عليك يا سبتحي حرام عليك يا سبتحي حرام عليك يا عملت ايه سرعة ونابة يا رجالة اصلي ما بحبش الدفن بالليلة يعني عدى اسبوعين اهو والاسم امورسي ده ما ظهرش لازم معندوش اخبار يا اختي تدوني يا جماعة السبتة اللي انتم مشين فيها دي غلط غلط يا سبتة الاسم امورسي ده مش مطمون ممكن اي حد يشتريه ويتقلب عليكم معاك حق يا صاحبي بس ده هو ده اللي بيفتح لنا سكاك الشغل وكمان ببلاش بس ممكن يكون تمنا ده مواعد فيكم مين ده اللي يمس شعرايا من شعرايا ستة الكل ده اللي كنتاكلوا بيستمعك مرافل دعوة انت مرتحشرش في اللي من اجش فيه حط الفراخ حاضر يا ستة الكل وامورين سبتة قيمة مفيش احسن من شغل الجدع اه 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 وانتجيب سالتها انا خلاص اتشعمت منها كل ده عشان اللي حصل لهاريدي لا اللي حصل لهاريدي ده مش طبيعي ده شغل ناس بانتهموا منكم بقولك يا صاحبي تفتكر ان اللي حصل لهذه ده باسم العقد وليه لا بتاريهم بتاريهم بقول ايه اللي مسكتهم على كل اللي بيحصل فيهم ده طب ما نسأل بلاد مرسي يا اختي اكيد شام خور تاني مرسي والله انا خايف مرسي ده يكون العقد وابنهم اللي زقينوا مستوكهم تعرف يا صاحبي انت ممكن يكون معاك حق وخصوصا العملية الاخرة طلعوا في شانك ولد مرسي هو اللي كان ببلغنا بيهم بالذات قالوا كفاية عليكم الحد كده والاهم ان هما ضربوا اكبر واحد فيكم بالبودرة وقدروا يدخلونه المصحة انا واحطي ايدي بس على البيت اللي وزوه عليه انت يا زفططين امورين يا ست الكل انت مش قلتين يا وين هتجيب البيت ايه اللي حصل ما انا عمالة شامشم يا ست الكل طب يا اخو يا شامشم لما اشب اخرط الشمشمه بتاعتك ده هتوصل لفاق قالوه ايو منزل مدام واردة ايه في ايه ودي درغان يبقى ايه في حياتك ايه معلم هاليني ايه خلصك اخونا ايه 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 دي واحد ايه رأيك بقى في الشغل حاج ما انت عارف رأيي فيك وفيه طول عمر يا عمنا اللي اولي حاج مرشي قديل يومين كده من الظاهر والله انت عمرك اطول من عمري انا كنت لسا اسألك نفس السؤال طيب انت زايا حاج ما اتعرفش مرسي فيه والحقيقة هو من يوم ما سافر وقال انه راح البلد عند جماعة عرايفه هو راح من هنا وقال عدولي انا بس خايف يكون اتلم على البيت واردة واخوها واشتغل معاكم لا حاج انا محطوش فكوم الساوي يمكن يا عبدي فيه واحدة لفت عليه او الناداها ندايته واخلتها يا واردة واخلتها يا حبيبتي انت بقالك ثلاث جمع على دا الحال دا حتى مش كويس عشان خطر المرحوم اه بالله يا يومي كان اخويك كبير وكان حنائل علينا كلنا يرحمل دا نفسك كده خلاص خلاص ما تعمليش في نفسك كده يا واردة هرم عليك نفسك يا بنتي خدوا على غدر واخوها يا بني ما دي الكلب كم استخد بلاب كل دفين يا اخوها انا قلتلك قلتلك ان السكة دي خطرة يا واردة وعدوينها كتير ياريت ياريت تحط عقلك في راسك انت واخوكي وتبطلوا الكاردة تلاقيك شاب دان فينا ياريت يا الشيك والت انت مط مدالوا انت بتقولي ايه بتقولي ايه يا واردة انت عارف ان انا بحبك وان انا مقدرش عيش من غيرك يا واردة انا مش عانس مورا كل ما منك سبني في حالي بقى امشوا غدا واشي غير انا بحبك يا واردة انا بحبك يا واردة انا بحبك يا واردة امثا.. امثا حزينة على اريد يا اخوية لا ارحموا بقى بقى ما هي والت لحزن عندكو طويل أبني لماذا؟ تلحزنا عندكو مش طويل زينا؟ لا، لدينا الحزن مصغير مصغير يعني كم متر يعني بس عارف انت بتتكلم صح المسافة ما بين المالية اللي بتدفن وبين اللي بيدفنه بتبقى بتاع 2-3 متر وبعد ما يدفن وتمشي كل ما تبعد كل ما الحزن بيبعد ده ايه الكلام الجامد قوي ده يا صاحبي انت كده التعمير عالي ومتكايفين على الاخر ده ان ده الوقت شعبان بقى عشان نقفل يا بقى هذا شعبان يا بيش يا شعبان صوفوا رسالين بيه ما قولك ايه؟ عايزك تشطى من القاعدة وتدوق الشقة حتة حتة اه وما انساش قفل الباب وراه كويس ما انت نازح هوا يا هشوفك أمس ما تطيعش هباشا السلام يا بوالد حاضرا سدي الماليين حشاطا حشاطا دفع تطيره إلى المقصر سأعبد إلى المقصر البد في نوط فيما مقصر هنعمل ايه بقى مو من ساعة اخويا هريدي ما اتاكل واختي واردة لا بتطبخ ولا بتأكل ولا اي حاجة حصر عليك يا معلم بيومي بيومي ايه اللي حصر علي ده يا بيت ده بدل ما تقولي حصر عليك يا معلم سالمي يا بيت تل ولا بليش ما انت معاك صفية صفصفتك اللي بتقضيلك كل طلباتك ليش يا صفصفتي يا حبيبتي ده انه بقى جاهزيلي العشوة الحلوة عشان انا جيمت سلطا على الاخر والدماغ علي مظبوطة قوي طب مش تريح شوية ده انت تلاقي يا حين المشوار هد حيلة انا حلي ما بيتهدش يا بيت اعرفها ليه؟ ليه يا سيد الرجال عشان عدم انه مواغزة اتولدت من غير حيل دحكتك دي بقى حلوة اللي هتخلي شعبان يخلص مشاويره وييجي جري على صوتها بص بقى يا سيد المعلمين انا عاملة لك مفاجأة انما ايه؟ عاملة لك كل الاكل اللي انت بتحبه حلوة حلوة اموت في مفاجآتك طب طيلا بينا بقى لتعشة عشان نشو بعد العشة هنعمل ايه؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يعني الرجل ده فيه بينه وبين أخو البيته واردة دي عمار يعني قلت لكن قوعد غار حوالي العشاء اكتار قلت لها بطل خليني بالبين قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت اسمع مني وروح واللي بده يسير يسير قالت اسمع مني وروح واللي بده يسير يسير عشقت كتير وشفت كتير وغيرك محبي قلت لها بطل خليني بالبين قلت لها مكسر تكسير قلت لها يا لي قلت لكن قوعد غار حوالي العشاء اكتار قلت لها بطل قلت لها مكسر kept قلت لها بالبين قلت لها بطل ident خلكو شاكدين بدوروا علمي تعدنا خلكو شاكدين وبقالنا سنين في الهوى تيهين محناش عارفين نردح مع عمين بقالنا سنين في الهوى تيهين محناش عارفين نردح مع عمين جرحونا الأحباب جرحونا وردينا بجرحينا وفاتونا جرحونا يا دي نور يا دي الهرق ستت كل بنفسك نرسيها النقطة دي حاجة بسيطة يا ستت كل ايه ده؟ ايه ده يا ودي خالي؟ ايه اللي عمل فيه كده؟ الزمن يا ستت كل مهو الزمن عدم اللي أغزة سعاب بيعلي وسعاب بيوطي لا والحمد الله علاني وخلاني فوق في العلاني ده انت بقيت أباها خالص وانت حلا وانت خالص بتصير فاتحي فاتحي مين؟ اه فاتحي العقاية بس دي بقيت أنا بسكة وهو بسكة تانية خالص خلينا في المؤمن يا ست هتكمل هنا ولا هتكمل عندي جديد؟ على طول كده؟ بايه الجراءة دي عواجه؟ ما كله بتامن هو بيت وبتقول بيت كده حيث؟ ليه؟ ما يكونوش غيروا اسمك وانا بعرفش؟ ياخد بيتك ده انت كمال بقيت تعرف تتكمل؟ مؤمن هتكمل هنا ولا هتكمل عندي؟ انت عارف انا تابعا اه عارف بس انا هدفع قد اللي بيدفعهم فتح العقاد مرتين يا سوزي منين بكل؟ ما يميك ايش منين؟ مهم تقباضي وما تسأليش انت بقيت حرامي ولا ايه؟ ما بقيتش جديدة يا باتة مكالنا بيهم انت سكنك خلكم شهدين مهمة 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 كده بقيت يا فتة؟ ما انت جايد من نفس الشقة اللي كانت فيها؟ ايه ايه ومظبوط كده انا جايد من نفس الشقة اللي كانت فيها ياه اخر مرة دخلت فيها الشقة هين الحاجة طبع عليها وترابني وتراب فتحي يا مكان هين لا يا حبابتي الكلام ده كان زمان وجابر انت دلوقتي بقى المعلم سالم على سنه ورمح يعني عدم اللي هو مهاغظة ما حدش يقدر يترفلك ولا يبصلك انت من النهار ده يا روحي بقيت ست البيت ده يعني الكل في الكل بك ده انا مش قادر ازدق عناي انا حسن اني بحل بقى انت الود اللي كانت وغالك بقى وبعد هالك ما ملاش كلمة واد دي الود كبر دلوقتي وبقى معلم احنا اولاد المعاطى ها اتفقنا ها اقولك ايه اتفقنا هلوة افندي احنا مش هنخلص بقى من موضوع العزايم ده ده انت حتى عمرك ما فكرت تعزيم يا بويها ولمي ايه العزايم كلها مقفول على اهلك وبس انا مالي ومنقرايبك دول انا ماليش دعوة انا ازهقت اسمعي انا مش فاضي وعندي شغل خلاص يا حبيبتي لو عايز اتعزميه ومنتي انا مش هكون موجود اعتقيني بقى الوجه الله هو انت ولا ترحمي ولا تسيب رحمة ربنا تنزل مع السلامة مع السلامة يلا مع السلامة انا عرفت وزهقت ايه العيشة دي انا يا عارة يا عارة يا عارة تهلك بتون فخ ده لايه المصيبة اللي انت بلكني بيها يا حاج المصيبة اللي انت بلكني بيها يا حاج قصدك مراتك ملك كل يوم والتاني عزم أحد من أهلها عندنا في البيت حولتلي البيت رستران عملته برستران؟ أصلي حولتلي البيت مطعم مطعم يا حج هما الواجه؟ حد يكرا أن الناس تقول عليه إن راجل كريم أيوة بس مش كل يوم يعني أنا حاسس إنهم قطعين عندنا أبونيه تا متزلزل كده ليه؟ أنا مش شايف أي غلط في اللي أنت بتقوله ده يا حج يا حج نفسي في يوم أعود أنا وهي نتعشى ولا نتغدى سوى لوحدنا وحديكو إيه يا حاجل؟ ده كلام حدي يقولوه هو الأكل يحلى غير فين لما طب بلك أنا ما بتكيفش وما باستمخش من الأكل لما إخواتك كولادهم يتلمح علايا في البيت عليك أيوة يا حج بس دول عيالك مش ناس غريبة وهم دول حماك وعماتك يعني في مقام أبوك وأمك يا عمراء ما فكرت تعزمكو تعزمني إني؟ وإحنا نقصنا عزيم سيبك من الكلمة الفائلة يدخلنا في المؤمن قولي إنت فكرت حتود الواد ابنك أنا مدرسة بس أنا عايز لوحد إبراهيم ده يبقى ابنك مدرسة غريبة منيه وأنا على كل حال لقد تبتلوا راجل من عندي طول بعض هيوديه ويجيبه وبعدين جيبت له كمان طبنجة تسعة من ليه للود؟ ود إيه هالله يخيبك من الراجل اللي هيحرصه يا حج يا حج أنا نفسي أبعد ابني عن الحرب اللي إحنا فيها دي يا ابني يا ابني فيه إيه بس المفروض اللي أنا بقوله ده إنت كنت تتفكر فيه مش أنا اللي عاد تفكر فيه خلنا الوقت في الأهم ما بقى أولي شغليني يا كيات بروتك ومش ده من تجيبه وعاية تاني؟ مش هتقاخي الوادة؟ مش معقول وادحك رب الواحدة كده من الأخ خير عمعين؟ أصلا مش فاضي غير للعزائم يا حج العزائم إيه وخبت إيه؟ اسمعني وفهم أنا عايز كنت تركزه وبطره ونقره أنا عايز أتخلف خلف قد ما تقدر قد ما ربنا يديك خير ربنا كتير والحمد لله أمك لسه بصحتها يعني ممكن تأكل بالها من العائلة وتربيهم ها؟ قلت إيه يا معنم فاتحي؟ الحمد لله خد يا واد هنا تعالى كم من الأكلك يا حبيبي؟ شبعت يا سده يا ابني يا حبيبي لازم تأكل كل الأكل عشان تكبر كده وتبقى راجح ما قلتلك شبعت بتشخط فيها يا واد؟ إيه لت الأدب اللي انت فيها دي؟ أبوك بتقوله وبعرضه وبشاربه ده عمره ما شخط فيها تشخص هي أنت؟ عملك إيه؟ ما لا قلتلك شبعت إيه؟ ما بتسمعيش؟ نهارة كبيض يا إبراهيم اغسح لكو على تربيتك يقولوا علي إيه؟ بهيجة ما عرفتش تربي الوجب؟ خمسة ستة أنا؟ ما بتلك شبعت حلو كده؟ يلا هتدي عبرك هدي اللي حلوة كده بصحيح مش لسانك اللي تقول كده اللي عايز أطع ده؟ ما قلت الشر يا حبيبي عشان ده وتشتها هي؟ باكلها كلها ما تشحتش منها حاجة خالص مفهوم الكلام؟ خفور طيب يلا يا حبيبي لا استنى دي أهم من كل حاجة آه خد التفاحة دي ده كلها كلها اوعد شاحت حد حاجة شاحتهم فلوس ما شاحتهمش الأكل يلا مات يلا يا إبراهيم تأخرنا يا إبراهيم خلاص خلاص يا زينهو زينهو أنا مش هاوسيك إبراهيم في مني عنك من جوة؟ ده أنا تحت أمرك يا ساتيكول انت أموري إبراهيم غالي عندي مش هاكين عشاء يا ساتيكول يلا يا ساتيكول يلا بطل تضرب العيال في المدرسة بيشتكوا منك لحسن يحسدوك يا واد يحسدوك يلا شكلوا عليك يلا يا إبراهيم مش هاكين أول ساتيكول سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطوها يا واد من عالسلم تتكسر أبتك آه يا ساتيكول حظي أنا في المدارسة سواء أحظوا انسوا سؤال السلام من اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة